الله المستعان وعليه التكلان الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه هو موضوع مثير للجدل في هذه الأيام يتعلق ببعض القوانين التي شاع أنها ستطرح على البرلمان ولا أعلم صحة ذلك من كذبه ولكن كثر الجدل عنه في المواقع وعلى صفحات فيسبوك والكلام عنه من باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل الكلام عنه من صميم نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة شريعته التي نزلت عليه من عند الله عز وجل ألا إنني أنصح المتخبين البرلمانيين نصيحة دينية محضة لست أهلا لها ولكن هم أهل للنصيحة لأنهم أهل فضل ودين وورع فيما أظن وأحسب ولا أزكي على الله أحدا ذكر في المواقع وفي صفحات فيسبوك أن بعض القوانين ستطرح على البرلمان للتصويت عليها وذكر أن هذه القوانين مستثنات من الشريعة المحمدية التي كانت الحكومة تحافظ على عدم تغيير أحكامها في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقد تكلم الرئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز قبل شهور في مجلس القضاء إن لم تخن الذاكرة وقال في ذلك الوقت في خطابه المشهور إن الدولة الموريتانية تتحفظ على جميع القوانين المخالفة للشريعة المحمدية وترفضها رفضا باتا ولا تقبل أي تشريع يخالف الشرع الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الرئيس محمد بن عبد العزيز نقلته بالمعنى لأنني لا أتذكر ألفاظه بالضبط ولكن هذا هو المعنى الذي قال في خطابه قطعا لا أشك في ذلك وخطابه موجود ومن أراد أن يتحقق من معنى هذه الفكرة فليراجع خطابه فإن هذه الفكرة موجودة في خطابه قطعا ثم أطلب من الحكومة والمنتخبين بجميع أنواعهم أن يمتثلوا حكم الله أولا في المحافظة على قوانين الشريعة الإسلامية ورفض كل قانون يخالف الشريعة الإسلامية ثم يمتثل بعد ذلك كلام رئيسنا رئيس الجمهورية الإسلامية محمد بن عبد العزيز فلا داعي لمخالفته فإن كلامه الذي قال في خطابه قبل عدة شهور وكلام ليستحق التأييد والإشادة به وأتذكر أني في ذلك الوقت قرأت لي كتابة لإسحاق الكنت المستشار الإعلامي في ذلك الوقت لرئيس الجمهورية ننبه فيها على أن كلمة الرئيس التي أعلن فيها أنه لا يقبل قانون أن يخالف الشريعة الإسلامية مهما كان ذلك القانون كتب إسحاق الكنت في الموضوع يقول إنها مرت عليها أيام ولم يشد بها أحد فنبه ذلك ضميري وخفت أن أسل أمام الله عن عدم تأييد رئيس الجمهورية عليها فكتبت كلمة وجيزة في تأييد رئيس الجمهورية على كلامه الذي يرفض فيه تغيير الشريعة المحمدية جملة وتفصيلا في بلده موريتانيا وأتذكر أن بعض الكتاب المحترمين لاحظوا علي ذلك واعترضوا علي وظنوا ذلك تصفيقا أو نفاقا ونحو ذلك ولا أعتبع عليهم فلي رأيي ولهم رأيهم والحكم بيننا يبقى هو الشريعة المحمدية يقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا قال المفسرون فاردوه إلى الله أي ردوه إلى كتاب الله عز وجل لأننا لا نستطيع أن نلقى الله عز وجل ونستفتره عن الأشياء جملة وتفصيلا لأن رؤية الله في الدنيا ممنوعة شرعا ورؤيته ستكون يوم الآخرة لأهل الجنة وفي ذلك الوقت لا خطاب ولا تكليف أما في الدنيا فرؤية الله عز وجل ممنوعة شرعا والسماع كلامه ممنوع شرعا يقوة أما رؤيته تبارك وتعالى في المنام فذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الإجماع على جوازها ولكن في المنام قطعا فقط قطعا فقط أما في اليقوة فلا تجوز رؤية الله عز وجل شرعا في الدنيا وتجوز في الآخرة وستكون لأهل الجنة الذين رضي الله عنهم وجميع أهل الجنة لا يدخلونها إلا بعدنا رضي الله عنهم وغفر لهم عفا عنهم ربما أكون قد أطلت في الموضوع لكن لا بس بالإطالة في محلها سبب هذا الموضوع هو تفسير قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والوم إلى آخر ذلك خير وأحسن تاويلا قلت إن المفسرين قالوا فردوه إلى الله إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك الرد عند المفسرين أي فردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فنرد الأمر إلى سنته صلى الله عليه وسلم الصحيحة إلى سنته الصحيحة وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم أعدت الآية تبركا بها واستشهادا بها لأنها فيها صفة كاشفة للمنافقين فمن أراد أن يعرف نفسه هل هو من المؤمنين أو هو من المنافقين فليتدبر الآية وليخش على نفسه إذا دعي إلى حكم الله عز وجل أن يعرض عنه فإن ذلك من علامة المنافقين وهنا يطيب لي أن أوجه النصيحة إلى نفسي أولا لأن نفسي هي أحوج إلى النصيحة من غيرها ثم أوجه النصيحة بعد ذلك إلى أحبابه الله خاصة ثم أوجه النصيحة بعد ذلك إلى عامة المسلمين وأذكرهم بهذه الآية وتدبرها والحذر من صفة المنافقين لأن الله تعالى وصف المنافقين بإعراضهم عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في أن بغي لنا حكومة وشعبا ورئاسة أن لا أن نقبل على حكم الله عز وجل ونمتذل أمر الله عز وجل ولا نخالف أمر الله عز وجل ولا نغير شيئا من أحكام الله عز وجل فإن تغيير أحكام الله عز وجل معصية عظيمة ربما تصل بصاحبها إلى الكفر بالله عز وجل من غير قصد منهم وهنا فرق دقيق بين إتيان المعصية مع الاعتراف بحرمتها فمن فعل ذلك فهو عاص لله عز وجل حتى يتوب إلى الله عز وجل أما منت المعصية التي انعقد الإجماع على أنها معصية ولا خلاف فيها بين المسلمين وقال إنها جائزة شرعا فقد كفر بالله عز وجل إذا كان الحكم قطعيا لا يقبل التاويل وتبقى كلمة الفصل دائما للقاضي الشرعي في مسألة الردة وأحكامها وغيرها لأن الردة يترتب عليها استتابة ويترتب عليها قتل ولذلك لا بد لا تعني أهل الفتوى إنما يفتي المفتي بما علم ولا يمكن الأولى جزر المفتي أن ينفذ أن ينفذ حكم القتل في المرتد لكن القاضي إذا توفرت عنده شروط القتل واجب عليه تنفيذ القتل إن لم تمنعه من ذلك ضرورة شرعية معتبرة والضرورة لها أحكامها ولكن الضرورة تقدر بقدرها فإذا كانت ضرورة تمنعه من تنفيذ الحدود الشرعية اليوم فإذا زالت غدا فيجب علينا غدا أن نعود إلى تنفيذ الأحكام الشرعية وإذا كانت الضرورة الشرعية مانعة لنا بالأمس من تنفيذ الحدود الشرعية وقد زالت اليوم فقد وجب علينا أن نعود إلى تنفيذ أحكام الله تعالى في الحدود الشرعية وهكذا تسير الأحكام شرعية حسب الأزمنة والأمكنة والضرورة دائما تقدر بقدرها ولا يجوز أن يزاد في الضرورة ولا يمكن إنكار الضرورة شرعا لأنها ثبتت في القرآن وفي السنة هذا هو موقف علماء السنة الذين قرأت عنهم وسمعت منهم وأنا مع ذلك أعترف بجهله وأعترف أنني من عامة العامة ولست عاميا باللغة الأصولية فالأصوليون يقولون إن العامية هو المقلد الذي لهم يبلغ درجة المجتهدين وفي هذه درجة رفيعة من العلم أما أنا فعاميون باللغة العامية الحسانية لأن الحسانية يقولونها للجاهل يقولون العامية للجاهل أما الأصوليون فيقولونها للعالم المقلد وأنا لست يعني مصطلح الأصوليين بالعامي فيما يعني نفسي هذا هو رأيي في نفسي ورأيي في نفسي محقق وبعض الناس يحسن بيظن وذلك من ستر الله الجميل وبعض الناس يسيء بيظن وذلك عدل من الله عز وجل لأفضل الله وكرمه لك ريهني أهل السماء وأهل الأرض لكن الله سترى القبيحة بفضله ورحمته وكرمه وأعود فأكرر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن الخالق إذا أراد أن ينفعك لا ما رد لنفعه فإذا أراد أن يضرك لا ما رد لضره وإذا أراد المخلوق أن ينفعك من دون الله عز وجل لا يستطيع ذلك وإذا أراد المخلوق أن يضرك من دون الله عز وجل لا يستطيع ذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض أعود فأكرر تغيير حكم من أحكام الله صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا وربما يؤدي تغيير بعض أحكام الله إلى الكفر بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل من مات عليه كان خالدا في النار أبدا لا تنفعه شفاعة الشافعين أعود فأكرر من بدل حكما من أحكام الله عز وجل قد يقوده ذلك قد يقوده ذلك إلى الكفر بالله عز وجل ولو كان يمارس الشعائر الدينية بانتظام لكن تبديل أحكام الله عز وجل وتغييرها لا يتحمله المسلم وربما يفدي بأصحابه إلى الكفر بالله عز وجل نعوذ بالله من ذلك أعود فأكرر حذار حذار من تبديل أحكام الله عز وجل حذار حذار من تغيير أحكام الله عز وجل حذار حذار من تغيير أحكام الله عز وجل فالموت أمامنا والقبر أمامنا والله عز وجل سائلنا ومحاسبنا يوم القيامة والموعد عند الله والله المستعان وعليه التكلان أخوكم في الله العبد الفقير إلى ربه المعترف بتقصيره وذنبه علي الرضا بن محمد ناجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته